وأكد الدكتور عبداللطيف أهل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أن مصر أرض الكنانة وأرض الصمود والثبات في وجه البغي وقوى التطرفي والإرهاب مضيفا أن الرئيس المجاهد عبدالفتاح السيسي دافع دفاعا قويا مخلصا أمينا وصادقا عن هذا الوطن مصر الغالية التي أراد بها الإرهابيون وأعداء هذا الوطن الكبير أن يصل إلى أسوأ حالاته مؤكدا أن شجاعة الرئيس العظيم ووقوف الشعب المصر النبيل الذي حافظ على دينه وتراثه وعداته وأمنه كان له أبلغ الأثر في المحافظة على أمن هذا الوطن العظيم